السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسنا اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط عندي قصة الكتاب القطعة الأولى هنا لدينا أربع قصص اليوم قصة ستوري تايم هذه صفحة أربعة عشر لكي كاستمر الزبون المحظوظ كتبت لكم عشر أسئلة وزارية ها عيني هي الأسئلة مع الأجوبة والترجمة ومالتها نمبر وان وصف شخصية كريم من هي شخصية كريم ها هو مجنف ومجنف 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 يعني يقول وصف شخصية كريم هو جدا خيالي مجد وهادئ هذه النقطة الأولى يقول ما هو اسم الكتاب الذي أراد أن يشتري الكريم وما هو اسم الشاعر باوت اسم الشاعر الجواب آيلاند أوف سالت آيلاند أوف سالت يعني مضفر النواب اسمه هو مضفر النواب زيب الكتاب هو جزيرة الشاعر هو مضفر النواب ثري ماذا تعتقد من مجموعة القصائد جزيرة الملح تكلم عن شنو؟ إتس أباوت النواب نيوم نيوم إتس أباوت النواب نيوم يقول إنها عن مجموعة الشاعرية الجديدة كليكيشن أوف بوم كليكيشن أوف بوم زيب نمبر فور لماذا كان كريم يوفر لمدة شهر؟ لأنه أراد أن يكون أول شخص يشتري كتاب النواب الجديد كم مرة قرأ كريم قصائد النواب؟ على الأقل مرتين وجدها جدا ممتعة لماذا والد كريم وكل أصدقائه يقولون هو كان خيالي أمجيتف يعني أمجيتف الخيالي لأنه كان يقضي أغلب وقت فراغة بقراءة وكتابة القصائد السفن ماذا كان حلم كريم؟ to be a famous about يعني about إن يكون شاعر مشهور to be a famous about إن يكون شاعر مشهور why was Kareem very يقول لماذا كان كريم اللي هو separates when everyone يعني مدهش starting, eclipping and cheering يقول لماذا كان كريم مدهش because he didn't know what was happening لأنه لا يعرف ما يجرى ما كان يدري أي شيء 9 what was Kareem big prize ما هي جائزة كريم الكبرى he will get to meet النواب سوف يلتقي بالنواب 10 was Kareem the first to buy the let's book هل كان كريم الأول في شراء الكتاب الأحد النواب no ما كان هو الأول هاي عيني 10 جمل وزاريات ومهمات كلش مهمات وبالتوفيق إن شاء الله